الي بعده complimentary الي بعده ال الاء الالله الى الاله الى الاله الى الاله الى الاله الى 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 الاله الى الى الاله الى 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 اصد يا مامي شو فيها اقولك انا اقولك انا اقولك انا اسفات والله انا ですم ط Carrie bill اقولك انا هاخد مكان ده الاب استذ Roberto نتكلم عن الست الاسد الست الاسد هي ثد لطيفة جدا اجتماعية جدا لو انا غلطانا بقولي انت غلط انا ليمن بيكون محور صحابها و اصدقائها التسيبة والجدعانة والحنية بس محدش يجي عليها دائماً وأبداً هي الشخص المسيطر دائماً وأبداً هي تحب تبقى صاحبة القرار حبيب حبيبي يبقى حبيبي وعدو وحبيبي يبقى عدوي دي ست الأسد لطاف جداً عقلهم موزون جداً ما يكلموش كتير يسمعوا أكتر من هما يكلموا نظرتهم في البني أدمين دائماً بتبقى نظرة ساقبة يعني بيعرف كده إيه يقعد قدام عبير يعرف إيه عبير دي ستة كويسة أولاً ستة شرانية يعني عرفة تعيسي كده يعني بس مش دائماً وبس الراجل اللي بيجوز ست الأسد لازم يعرف أن هي دائماً وأبداً هي تحب تبقى الأبرهاند تحب دائماً تبقى ليد العين طبعاً هي الملكة يعني أنت عندك برج السرطان بس مبسوطة أن هي ست عندك برج الأسد هي عملالك كده طول الوقت فإيه نبقى مركزين الراجل الأسد راجل الأسد أقول لي كان برس دا دونجوان فاكر نفسه كازانوفا عصره أوينو ليه بس هو رجدي أباض حبيبي الله يرحمه طبعاً رجدي أباض دا أي برج دا رجدي أباض الله يرحمه حبيبي في كل العصور في كل الأبراد دا نموت عليه أبوه طيب وأحمد عز برج الأسد كم من العلاقات النسائية المتعددة متعددين جداً في اتخاذ قراراتهم العاطفية لا ما تشوفي هم عندهم إسرار لما يكون خلاص واخد قرار في حاجة ما فيش حد يدري لا ما قلت يسي هقولك بقى لكن هما على مجال العمل هما شطار جداً يعرف ياخد قرارات صائبة جداً أدرجي شاطر يعرف يدير هم منظمين بالزبط كده منظم جداً وموهبتهم التنظيمية دي بتخليهم إدرجية شاطرين فكرة الأهل الأم والأب دي فكرة مهمة عندهم جداً 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 أبهات كويسين جداً أنا عايزة أضيف أن نقطة ضعفهم ولدهم كنت سأقولك نقطة ضعف الولاد تقدري تسقي فيهم كأصدقاء يعني هما من لا أسمع لا أرى لا أتكلم ما يبخلش عليكي بمشهورة بسي أنا حتوقف عند الأسمع لا أتكلم لا مش دايماً يعني أنا بلاقي أن بعض الستات من الأسد وبرضو بعض الرجال من الأسد ممكن يعني يكونوا بيناقلوا كلام كتير بس يعني يبقى في ساعة جوز واحدة صاحبتي فعش كده أنا بشرح البسران بتاعتي وجوز البسران بتاعتي التانية يعني أنا أعرفهم من 14 سنة فعش كده بشرح ده وبشرح دي اتفضلي بقى كمين ففي لا يعني الأسد مش كلهم طبعاً نقول عليهم كده لكن في بعض منهم ممكن ينقلوا كتير كلام بس هما عايزة أضيف بقى للأسد حاجة أنه هما شخصيات جذابة جداً لأنهما كذابة؟ لا جيم بجيم بجيم عندهم سحر وجاذبية يعني مش طول الوقت ليه ده الشمس هو كوكبهم يعني هما نجوم يشيب الأسد بقى يأسا تخذ أكتر من حقه طيب كيفاء نخشها اللي بعد طيب